أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بأبرز العنوين الصادرة لهذا اليوم من المواقع المحلية إحرقوا مكتبة البقوث الثربوية بعدا هدفه تحويل المبنى إلى منزل خاص صحيفة فرنسية تدمير اليمن بدأ يوم سقوط صنعاء في أيدي المتمردين في أخبارنا المنوعة هندي ينتحل صفة طيار للسعود سريعا إلى الطائرة أهلا بكم لا شيء يخرجك من معتقلات ميليشيا الحوثي غير الأموال الكثيرة أو الموت أما غير ذلك فلن ترى الشمس وإن كنت بلا تهمة آخر الضحايا خالد وعنوان موقع الصح والت وفاة المختطف خالد الحيث عقب تدهور حالته الصحية في سجون الحوثي بصنعاء قال الموقع أن المختطف خالد الحيث توفي جراء تدهور حالته الصحية في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب وفاة المختطف خالد الحيث وكان تقرير طبي صدر أواخر أكتوبر الماضي عن مستوصف إصلاحية السجن المركزي بصنعاء قد طالب إدارة السجن بنقل خال للعلاج في مستشفيات متخصصة بعد تفاقم حالته جراء تعرضه للتعذيب وسبق أن توفي عدد من المختطفين في سجون الميليشيات جراء التعذيب أو الإهمال الطبي حيث ترفض الميليشيات الحوثية تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين وتتعمد قتلهم بالإهمال الطبي لم يكتفي المسلحون في مدينة عدن بالاعتداءات على الأراضي والعقارات الحكومية والخاصة والمؤسسات والمرافق العامة ودووين الدولة بل تعدوها إلى الإرث التاريخي للمدينة وحرمات مراكزها العلمية والبحثية ووفقا لموقع المشاهد نيت إحراقوا إرث عدن التاريخي في مركز البحوث التربوي قال الموقع أن مركز البحوث والتطوير التربوي في مدينة خورمكسر تعرض للحرق المتعمد بما في ذلك المكتب التابع له من قبل مسلحين يتبعون عصابة متخصصة بالسطو على أراضي الدولة والتهم الحريق الكثير من الكتب والدراسات العلمية وألاف المراجع والمخطوطات التاريخية التي يعود عمر بعضها إلى مئات السنين والهدف من الحريق وفقا للموقع طم سهوية المبنى الذي يسيطر عليه مسلحون وسهولة التصرف فيه وتحويله إلى عقار شخصي لاحقا كما تم مع قصر عدن التاريخي في كريتر يشير العديد من الباحثين والتربويين إلى أن محاولات البصر على مبنى مركز البحوث التربوية لم تكن وليدة الأوضاع الرهنة ولكنها تعود إلى ما بعد الحرب الحوثية على عدن في 2015 مؤكدين أن موقع المبنى جعل الكثيرين من المتنفذين وحتى المسؤولين من القيادات الأمنية والعسكرية والمحلية في عدن يطمعون في المبنى وكشف التربويون عن تعمد والسبق إصرار في إحراق الكتب القيمة والمؤلفات في المركز نظرا لأن عددا منها يحاكي تاريخ مدينة عدن واليمن عموما وإحراقها يخدم أهداف وأجندات بعض الجهات المتصارعة داخل عدن هوية واحدة وإن تعددت الدول تحت هذا العدوان كتب محمد علي محصن مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا يزيد حزني حين أقرأ كتابات أصحابها يحملون شهادة الدكتوراه أو أنهم محسوبون على فئة النخب السياسية أو الثقافية فهتان الفئتان يعتد عليهما تحرير الإنسان في اليمن من ربقة تبعيته وعصبيته للجغرافية أو المذهب أو الطائفة أو القبيلة فهذه الولاءات الضيقة هي في نهاية المطاف أدنى من الوطن والمواطنة وأقل من الدولة ونظامها وبنيويتها بل إن هذه الولاءات لا تليق مطلقا بنخب ناشدت الدولة المدنية ومفاهيمها العصرية الدالة على وجودنا في سياق الحضارة الإنسانية أسأل هنا أيهما أجدى الآن الحديث عن اليمن الذي نعيش فيه ويتوجب منا فعل الكثير كيما تنتهي الحرب ويحل السلام أم عن اليمن الذي عاش فيه أجدادنا أم اليمن الذي مزقته الحروب العبثية والثارات الداخلية إلى دويلات وسلطنات ومشيخات وقبائل ومناطق وكانتونات متناثرة ومتناحرة طوال أغلب حقب التاريخ شغلوا وقتا في الحديث عن الجنوب العربي اعتقادا منهم بأنهم يخدمون الجنوب ومجتمع وهم يمزقون الجنوب إلى جغرافيات صغيرة لا معنى لها أو قيمة في عالم اليوم غفل دعاة الجنوب العربي حقيقة هذا الكيان الذي خلقه ورعاه الاستعمار البريطاني في هزيع الخمسينيات فلم يدم غير بضعة أعوام كما غفل هؤلاء أن الهوية اليمنية هي واحدة مهما اختلفنا حول ما هي الهوية السياسية للدولة أو الأنظمة التي حكمت اليمن قديما أو حديثا فالواقع الذي لا يستطيع نكرانه أحد أننا ننتمي إلى هوية حضارية وثقافية ومجتمعية واحدة أما هوية الدولة الوطنية والسياسية فهناك ثمة تمايزات وفارق ففي التاريخ الوسيطي كانت تحكم اليمن دويلات صغيرة وصلت في بعض الفترات إلى أربع دول أو ثلاث في آن واحد بل وعاش مجتمع الجنوب ذاته في ظل هويات سياسية فاقت العشرين مسمى سياسيا يضيء اليمن بأبنائه الذين يبهرون العالم بقصاصهم أبطال من نوع آخر يتحدون حياتهم الصعبة ويسعون إلى تحويل المستحيل إلى وقع معاش بإصرارهم على التقدم ورغبتهم في تحقيق أهدافهم وأحلامهم مهما كانت صعوبة نيلها هذا ما افتتحت به صحفية اللبنانية مريم مشتاوي في تقريرها للقدس العربي وعنونة الصحيفة مسن يمني يعود إلى مقاعد الدراسة قالت الصحيفة أن الحاج حسن علي العرجلي من محافظة الحجة اليمنية شعاره أطلب العلم من المهدي إلى اللحد قصت عليه الحياة فاضطر أن يترك دراسته في المرحلة الابتدائية لكن شغفه بالعلم وطموحه أعاده إليها بعد ثلاثين سنة من الانقطاع بشغف كبير عاد ليكمل دراسته ويحاق الطموحه الذي لم يتوقف عن النظف داخله طيلة عمر مضى التحق بالمدرسة الإعدادية من جديد كطالب يجلس على المقعد الخشبي مثله مثل تلاميذ من عمر أحفاده وأبنائه يواظب على المذاكرة وكتابة الواجبات بانتظام في الصف يستمع بجدية لشرح المعلم ويشارك الطلاب بالتحليل والسنتاج القاعدة من الأمثلة المطروحة كما يجيب باحترام كبير على الأسئلة ويصفق لزملائه في الصف حين يقدمون الإجابات الصحيحة الأستاذ علي الحجر الذي درس حسن يقول أنه من الطلاب البارزين والمجتهدين والمنضبطين يعتبره زملائه مثل والدهم أحبوه وقدروه واندمجوا معه على الرغم من فارق العمر قالت الصحيفة اللبنانية أن هذا يؤكد الوعي العالي للشعب اليمني وتكاتف الأفراد ودعمهم لبعضهم البعض ليرتفعوا معا عن الواقع المرير الذي يكبلهم يستقبل اليمنيون اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام بالتزامن مع دخول فصل الشتاء الذي تطلع فيه معاناة النازحين خاصة من الأطفال في المناطق اليمنية المعروفة بالبرد الشديد شتاء وعنونة العرب الجديد في اليوم العالمي للطفل البرد يهدد أطفال النازحين في اليمن ويشكل البرد تهديدا حقيقيا لألاف الأطفال من النازحين في المناطق المفتوحة بمحافظتي مارب والجوف إذ أصبح المئات من الأطفال هدفا سهلا لموجات الصقيع لا سيما حديث الولادة قال النازح فارس السريحي أن معاناة الأسر النازحة بشكل عام والأطفال منهم على وجه الخصوص تتزايد مع دخول فصل الشتاء أضاف للعرب الجديد أن الأطفال في أماكن النزوح بمارب والجوف بحاجة إلى ملابس تقيهم برد الشتاء بالإضافة إلى الأدوية واللقاحات ضد الأمراض والأوبئة التي تنتشر بشكل مخيف في بعض المناطق سكة الرياض الخاطئة تحت هذا العنوان كتبى عبدالإله الحريضي مقاله المنشور في موقع الحرف 28 مضيفا اليمنيون يهمهم السلام أولاً بعد معاناة شديدة من الحرب أيستطيع اليمنيون مواجهة الحركة الحوثية إذا توقف الدعم الخارجي لها وبخاصة الدعم الجديد المتوقع من السعودية والخليج الذي سيكون هدفه احتواء الحركة الحوثية وإبعادها عن إيران وحسب بعض التسريبات التي تخرج من المشاورات الحوثية السعودية فإنه سيكون هناك توسع مستقبلي جديد للحركة الحوثية على حساب توحيد التعليم في اليمن ووحدة أبنائه إن السلام الحقيقي في اليمن يكمن في إنهاء الانقلاب ودمج كافة التشكيلات المسلحة التي بناها التحالف في إطار الجيش الوطني اليمني وإبعاد العناصر الفاسدة من قيادة الجيش والأمن والدولة والسعي الجاد لتطبيق مخرجات الحوار الوطني وتوحيد المنهج الدراسي في التعليم الأساسي والثانوي بما يضمن عدم تمزق الأجهال اليمنية القادمة فخطورة تسييس التعليم كبيرة جدا وكارثية فمن التعليم المسيس يخرج الإرهاب ويخرج التمزق والتعصب ومشاريع الحروب والتفتت فهل تصح السعودية قبل فوات الأوان وتتجه نحو سكة السلامة وتنفيذ أهداف التحالف الذي قام أساسا من أجل عودة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي لتنجو بنفسها من أخطار قادمة ولتعزز أمن والسقرار اليمن في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة قالت صحيفة فرنسية تدمير اليمن بدأ عام 2014 جراء الحرب التي قادها المتمردون الحوثيون ضد القوات الموالية للحكومة اليمنية وتحدثت صحيفة لوفيكاغو عن قدوات تواصل بين أطراف داخل ميليشيا الحوثي والسعودية وقال أن مسؤولا سعوديا أعلن منذ حوالي عشرة أيام أن القناة كانت مفتوحة مع الحوثيين لإنهاء الحرب وكان الحوثيون قد اقترحوا في سبتمبر وقف هجماتهم على المملكة العربية السعودية ووفقا لمختلف المنظمات الإنسانية تسبب هذا الصراع في مقتل عشرات الألاف من الأشخاص معظمهم من المدنيين وما زال حوالي أكثر من ثلاثة ملايين شخص مشردين وأكثر من 24 مليون شخص أي أكثر من ثلثيهم يحتاجون إلى المساعدة في جولتنا بين الصحف الفرنسي أو البريطانية نطالع من صحيفة التايمز تقريرا بعنوان اتهام الأمير أندرو الإبن الثاني للملكة إليزابيث الثانية بالعنصرية ضد العرب ويقول التقرير أن وزيرة الداخلية البريطانية السابقة جاكي سميث وآخرين أصيبوا بالصدمة بسبب تعليقات الأمير أندرو أثناء مأدوبة في حفل استقبال للعائلة الملكة السعودية عام 2007 يضيف الكاتب أنه يوم الاثنين زعم مستشار سابق لرئاسة الوزراء أن الأمير أندرو استخدم كلمة مسيئة للغاية تستخدم لوصف السود أثناء اجتماع في قصر باكنجهام عام 2012 ومن جانبه نفى القصر أن يكون الأمير قد استخدم كلمات مسيئة أو عنصرية في كلتا الحالتين غير أن الوزيرة السابقة قالت أنه في عشاء رسمي للعائلة الحاكمة في السعودية أطلق الأمير تعليقات عنصرية عن العرب بصورة لا تصدق وكان موقفا مروعا وهو يعتقد الأمر طريفا ومسليا قالت سميث أنه ومن كانوا معها لم يردوا على الأمير كانت مأدوبة رسمية وكنا في قصر باكنجهام وكنا وزراء أشعروا بالعار أننا لم نرد على تعليقاته ولكن هذا ما حدث نقلت الصحيفة عن سميث قولها لا أظن أنه ذكي ولا أظن أنه يعرف السلوك الذي يجب اتباعه وهذا ليس بالأمر الغريب لأنك معزول تماما في العائلة المالكة إنه الجانب الأسوأ للعائلة المالكة النخب والتغيير وجيل الألفية الثانية تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا لو ترك الأمر للناس لغيرت قادتها ونخبها في كل العالم قد يبدو هذا من الخيال لكن نظرة سريعة على العالم الذي يحيط بنا يؤكد بأن المجتمعات لم تعد تثق بالنخب السياسية التي وصلت للسلطة عبر الانتخابات كما وتلك التي وصلت للسلطة بوسائل أخرى هناك أزمة نخب في كل مكان وهي بنفس الوقت أزمة أجيال تزداد تفاقما ويتضح بأن المجتمعات تبحث عن شيء جديد وعن أساليب مختلفة في القيادة والإدارة لكنها لم تجد هذا الجديد بعد إن الانفجار الشعبي في العراق ولبنان سبقه انفجار شعبي في السودان والجزائر وكما وسبق كل هذا انفجار الربيع العربي في 2010-2011 بنفس الوقت هناك طوفان شعبي في هونغ كونغ وآخر في تشيلي وأماكن أخرى إنه جيل يبحث عن المساواة الإنسانية دون التفات لجنس أو أصل أو جغرافيا أو هوية دينية ويبحث عن واقع حياتي وسياسي يحترم عقله وحقوقه ومواطنته هذا الجيل هو نفسه الذي يخرج اليوم للساحات العربية متحدثا إلينا بلغة جديدة ساعيا لتحرير نفسه من الظلم واللاعدالة ومبديا لاستعداد للدفاع عن حريته وكرامته حتى النهاية لقد كسر الجيل الحصار دون أن يتخلى عن نفسه وماضيه في هذا هو خليط من الإسلام ومن العروبة ومن الوطنية وخليط من الإنسان الحر والإنسان المسؤول الخلطة الجديدة تجعل الإنسان العربي الجديد مكونة من سلسلة من الأبعاد تتجاوز بعشرات المرات تكوينات الإنسان العربي القديم التي احتوت على لول واحد وشكل واحد إما قومي أو إسلامي أو يساري أو يميني هذا الجيل يريد قادة أكثر امتدادا لروحه وتجربته لقد بدأ مشروعه ولا يبدو أنه سينتهي في مدى قريب لقد بدأ كل التغير مع جيل 2011 لكن المسرح لم يغلق ولا زال التاريخ في صيرورة والحاضر في حالة تشكل لكن هذه المرة على جيل 2018-2019 ذكرت الشرطة الهندية أن رجلا كان قد انتحل صفة طيار في شركة طيران لوفت هانز الأممانية الشهيرة حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعا والجلوس في درجة أفضل اعتقل في نيو ديلهي وتعنون صحيفة الشرق الأوسط هندي ينتحل صفة طيار للسعود سريعا للطائرة والجلوس في درجة أفضل قال سانجاي بهايتا نائب مفوض الشرطة أن راجان محبوباني البالغ من العمر 48 عاما كان يرتدي أزية رسمية الخاصة بشركة طيران لوفت هانزا وكان يحمل بطاقة تهوية مزورة عندما احتجز في مطار بالعاصمة الهندية وقد تم احتجاز محبوباني عند بوابة مغادرة مخصصة لرحلة طيران متجهة إلى كولتاكا بعد أن أبلغ كبير ضباط الأمن في لوفت هانزا بمطار إنريا جاند الدولي عن وجود تحرك مريب من جلب أحد الركاب الذي يرتدي زي شركة الطيران قال فهاتي أن محبوباني كشف أثناء السجوا به أنه دائم السفر وأنه يرتدي زي الطيار تجنبا للانتظار في الطوابير ولعملية الفرز الطويلة للركاب العاديين بعد بحث مضن ناسا تكشف عن بيانات تؤكد على وجود أعمدة مياه بخارية على سطح رابع أصغر أقمار المشتري والمسمى أوروبا فيما أعلن باحثون عن خطط لإرسال مركبة فضائية من أجل الحصول على معلومات أكثر دقة وعنوان موقع الدي داباليو ناسا العثور على دلائل تشير إلى وجود الحياة على أوروبا أكد فريق بقيادة باحثين من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا العثور على أثار بخار ماء فوق سطح قمر كوكب المشتري أوروبا ويعد هذا الخبر ذا أهمية علمية كبيرة إذن هذا القمر الجليدية يعتبر أحد أهم الأهداف ذات الأولوية في بحث ناسا عن حياة خارج كوكب الأرض قال الباحث الرئيسي وعالم الكواكب في وكالة ناسا لوكاس بغانيني في بيان أنه على الرغم من عدم اكتشاف الماء السائل بعد ولكنهم وجدوا الماء في صورة بخار يكفي لملء حوض سباحة أولمفي في غضون دقائق وكان العلماء لسنوات عدة يشتبهون في وجود مياه على سطحه إذ حصلت مركبة الفضاء جاليليتاء التابعة لناسا قبل عقدين من الزمن على أدلة تشير إلى وجود سائل موصل بالكهرباء فوق سطحه فيما أشرت بيانات علمية عام 2018 إلى إمكانية تشكل أعمدة بخارية ضخمة من الماء عليه إلى جولتنا المصورة لهذا اليوم حيث ننسق من صحيفة الجارديان أفضل الصور التي وثقت لأحداث ومظاهر شهدها العالم خلال الأيام الماضية نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وألوان بسيطة متاحة للجميع لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا التالية بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء